سلام المسيح مشاهدينا الأحباء برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة أيضا برحب بجميع مشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي لقناة الحياة وصفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك حلقتنا النهاردة مسجلة لكن زي ما عودناكم خطوطنا دايما مفتوحة ليكم للرد على أسئلتكم وتلباط الصلاة حلقة النهاردة بقى موضوعها عن التوبة التوبة موضوع مهم في حياة الناس اللي عايزين يكون عندها اتصال بالله في حياة المؤمنين التوبة بداية التوبة حاجة بنعملها يوميا التوبة شيء مستمر في حياتنا لكن في أغلب الأحوال مش مفهوم مش مفهوم بالكامل مفهوم معنى مجمل لكن تفاصيله ساعات يمكن بتاخدنا في اتجاه بعيد عن مقاصد الله عنوان حلقة النهاردة هو التوبة ومقايدة الله المقايدة يعني انك تساوم مع الله تفاصل معه يعني في حلقة النهاردة حنلاقش المواضيع القاتية ايه التوبة ما هي التوبة اتنين طبيعة الإنسان وإله الإسلام نفهم طبيعتنا ايه وإله الإسلام بيقول ايه والله الحقيقي بيقول ايه النقطة التالتة التوبة ومقايدة الله يعني ايه نفاصل مع ربنا يعني ايه التوبة ليها تمن ومين اللي بيدفع التمن والتمن ده بيدفع ازاي ومين المستفيد من هذا التمن التوبة الحقيقية هي النقطة الاخيرة اللي هنتكلم فيها النهاردة التوبة الحقيقية في حياة المؤمنين شكله ايه خلينا نناقش الموضوع مع بعض النهاردة يعني بالطريقة الابسط والاسهل لنا ان احنا نبص على حياتنا الشخصية حياتنا روحية مع الله الامر في علاقتك مع الله امر شخصي جدا والعلاقة بينك وبين الله علاقة شخصية جدا يعني وإحنا بننشأ في الاسلام في الاول وإحنا مسلمين وإحنا صغيرين يعني تشعر انه علاقتك بالله دي حاجة جماعية كلنا مشتركين فيها الناس بتعلمك والشيوخ بتقولك والضوابط الاجتماعية كلها تضبطها ضوابط شرعية وعلاقتك بالله مش عارف مين يقولك انت تصلي ازاي ولو ما صلتش يعني فيه تفاصيل كتيرة يعني الزوجة مثلا لو ما صلتش من حق جوزة انه هو يضربها يقتلها يحكم عليها ياخدها للقادي ياخدها للحاكم تتجلد يعني حاجات تدخلات الناس من الناحية الاسلامية في علاقتك بالله فيها تفاصيل كتيرة وفيها اشخاص كتيرة بيدخلوا فيها الشيخ يفتيلك تعمل ايه او يفتيلك تعملي ايه اللي بيحفظك القرآن عنده اسلوب تاني يمشيك بيه ويعلمك بيه يعني فيه تدخلات كتيرة بينك وبين الله دايما لكن الحقيقة اللي محدش يقدر يختلف عليها سواء مسلم او مسيحي والمسلمين دلوقتي يبتدوا يتجهوا للاتجاه ده بعد ما فصلنا الامر كتير انه يجب انه تكون العلاقة بالله علاقة شخصية فبياخدوها يقولك اه ما هي علاقة شخصية دي بيني وبين ربنا الايمان شخصي الايمان في القلب كلام من ده لكن واقعيا هم متحركين بكل الضوابط اللي بيضعها المجتمع والشرع الاسلامي عليهم فما بتبقاش شخصية لكن في الكتاب المقدس العلاقة بالله علاقة بينك وبينه انت بس الناتج عن هذه العلاقة هو اللي المجتمع بيشوفه وبيعملك على اساسه وانا بحضر للموضوع ده جيه في ذهني تشبيه كده حابة ان انا اشارككم بيه يعني التشبيه ده عايزة كل ست بتسمعني النهاردة تركز فيه وتفكر فيه ان ده هيأثر على علاقتك بالله بسي كتير مننا اتجوزنا واحنا اعمرنا صغير معظم المسلمات بيتجوزوا اعمرهم صغير انا اتجوزت وانا عندي عشرين سنة وده سن صغير يعني حقيقة لما افكر الاقينا في سنة اتجوزت في سن صغير كان لازم استنى شوية او يعني اكون نضقت اكتر لكن الواقع ان كتير منكم اتجوزوا في سنة اصغر كتير اتناشر وثلاتاشر وخمستاشر وستاشر كتير من اللي بيسمعوني كده لانه ده واقع العالم الاسلامي فوانتي دخلة على الحياة بقى سواء كان عندك اتناشر سنة ولا عندك خمستاشر سنة ولا عندك عشرين او حتى تلاتين سنة وانتي دخلة على الحياة دي بيبقى عندك في ذهنك يعني صورة معينة لاحلام معينة للعلاقة دي ما بتبقيش عارفها الا لما تدخلي في العلاقة كزوجة فعلا بندخل الحياة الزوجية واحنا مش عارفين الصح ايه والغلط ايه عندنا احلام لكن الواقع دايما بيغيرها ناس بتتجوزي وانتي تبقي فاكرة انه مثلا جزج ده هيدلعك هيرياحك او هيحميكي او هتتشاركي معاه في حياة تختاري فيها مثلا زي ما هو هيختار تعيشي بطريقة مريحة تتجوزي تلاقي نفسك في حتة تانية خالص ومع راجل تاني خالص غير اللي انتي حلمت بيه فالستات مننا اللي عندهم خبرات سيئة في الزيجة الاولى في حياتهم او الزيجة التانية في حياتهم يعني بيبقوا عارفين الكلام ده انه انا جوزت واحد وانا متفقى معاه على حاجة ولما دخلنا في العلاقة دي لقيتها حاجة تانية خالص الناتج عندي الناتج انه صورة الزواج والزوج والراجل اتشوهت تماما في ذهنك انا بتكلم عن خبرتي انا الشخصية كمان لما يعني خبرتي السيئة في الزواج خلتني ابقى يعني تفكيري في كيفية التعامل مع الراجل يبقى مختلف شوي يبقى حاسة انه الرجالة يمكن مش له طاف او يعني عايزة اتكلم بادب بفكر انه الرجالة ظلمين كنت بفكر انه الراجل عموما ظالم لكن بعد الايمان عرفت انه مش دي الحقيقة عرفت انه الانسان الخطيئة هي اللي بتشويه اختيارات الزوج هي اللي بتخليه يعني يتصرف بالطريقة دي لكن عموما التشبيه اللي انا عايزة اقوله انه جوزك الاولاني اللي شويه تفكيرك عن الجواز خلاكي لما تدخلي زيجة تانية تبقي متوقعة ان ده اللي هتخديه ما تبقيش فهمة ان الزوج ده لازم يكون محب لمراته وانه وخصوصا مثلا العابرات دلوقتي لما العابرة بتتجاوز وتتجاوز واحد مؤمن ما بتبقاش عارفة المؤمن ده هيعملها ازاي لانه فكرها عن الزواج تشويه بالعلاقة بالزوج الاولاني الواقع بيقول ان الزوج لازم يكون محب لمراته وانه الزوج لازم يكون مضحي من اجل مراته وانه لازم يحترم مراته وانه لازم يعملها كاخت لابنة لله ويعتني بيها لكن مش هو ده الواقع اله الاسلام شوه الصورة دي في الزواج الاسلامي فبنبقى خارجين من خبرتنا اللي تشوهت عن الزواج لننقلها لزواج تاني وراجل تاني ملوش دعوة خالص باللي حصل ده اللي عمله الشيطان في تشويه صورة الله من خلال التعليم الاسلامي وايضا تشويه افكارنا عن انفسنا وكل ما يقربنا من الله تشويه افكارنا بقى عن انفسنا دي لازم اقف عندها شوي لانه يعني الانسان لازم يعرف نفسه وقدراته ويعرف انه دائما متجه للخطأ والخطيئة لانه يعني دي في طبعتنا لكن الاسلام بيشوه الحكاية دي شوي يخليك تبقى يعني تفتكر ان انت ممكن تعدل من نفسك بأعمال مش بايمان مش بحاجة تغير قلبك فتغير طبيعتك فيعني التغيير اللي في قلوب المؤمنين دي حاجة فوق الطبيعة فوق العادة بيعملها المسيح بس من غير المسيح مفيش تغيير في الطبيعة الفزدة ابدا خدوها قاعدة كده ان اي تعليم من الاسلام هو عكس التعليم الكتابي او شوه وحرف حقيقة كتابية علشان يلخبط تفكيرنا الاهم في ده ان هو التعليم الاسلامي شوه تفاصيل علاقتنا بالله خليني اديكم مثل مثلا يعني بيقولوا مثلا لما نتكلم عن موضوع التوبة بيقولوا انه التوبة دي هبة من الله في الاسلام بيقولوا كده برضو ان التوبة هبة من الله يوهب اللي هو عايز يتوبه انه يتوب فيتوب اللي مش عايز يتوبه ما يوهبوش ده فما يتوبش طبعا الفكرة دي نصها مقبول والنص التاني غير مقبول لانه يخالف شخص الله الحقيقي لان الله يريد ان الجميع يخلصون اذا الله فعلا يهب الانسان التوبة يهب الانسان التوبة بانه يترك الباب ليه مفتوح ويعطيه الفرص ويعطيه ويرسله الامور اللي تخليه يقترب من الله يبكت قلبه الروح القدس يذكرنا انه احنا محتاجين نبعد عن ده هتيك تعمل حاجة غلط ربنا يقولك مش ده اللي انا عايزك تعيشه ده غلط ده خطيئة ده يفصلك عني لكن الاسلام يعني بيضعها في اطار انه هو هيفتح الباب ويدخلك هو انت ادخل مدام هو عايز اخرج مدام هو مش عايز بيختار بالطريقة دي الفكر ده يختلف عن قلب الله خالص الاسلام بيشرح مثلا ان التوبة هي الرجوع عن الخطأ لكن يخطئ في المفهوم والقاليات وفهم ما هي الخطأ نفسه قالية الدخول في التوبة عشان نفهم ازاي الانسان يدخل في التوبة الفرق بين الندم والخوف وتبكيت القلب على فعل شيء يوريك ان انت اخطأت في حق الله الندم الندم جزء من الخطوات اللي الانسان يعني بيخطيها لطريق التوبة لما الانسان بيقع في خطية بتبقى حاسس ان انت عملت حاجة اغضبت ربنا فبتبقى خايف او بتبقى زعلان ان انت عملت كده او بتبقى زعلان على نفسك انا ازاي عملت الحاجة المقرفة دي ازاي الخطأ ده في حياتي حاجة كبيرة عملتها لكن هناك نوع من الندم يوصلك الى اليأس زي مثلا ندم يهوزة يهوزة بعد ما سلم المسيح ندم ندم مر شال منه كل رجاء فاتل نفسه مش خايف من الله لا ارف من نفسه الى درجة انه فقد الرجاء مش محبة فالله لا لكن لما تعرف الله الحقيقي الندم بياخد شكل تاني هي الندم كلمة في العربي يعني تحمل المعنيين لكن التبكيت هي الكلمة الافضل في الاستخدام انه روح الله يبكتنا على كل خطأ يعني يقول لك يا ابني ما تعملش كده يا بنتي مش ده الطريق اللي انا مختاره لك التوبة ايضا في الاسلام بتبقى يعني محاطة بالخوف عندما يكون الخوف هو الدافع هل توبتك دي بتبني حاجة جواك ولا بتفضل يعني بتبني حاجة جواك لانك تنفصل عن الخطيئة ولا بتبقى دايما عايش مرعوب من عقاب الله كنا زمان واحنا يعني وانا مسلمة اما كنت صلي واقطع الصلاة وكده اجي صلي ايام الامتحانات وبعدين اقطع الصلاة لاني خايفة الحسن لو ما صليتش ربنا يعقبني واقول طبعا اصلي وامشي كويس عشان ربنا ينجحني دايما فيه ايه يعني هتوخد فكانت جدتي تقول صلى وصم لأمر ان كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صم ده الطاعة او التوبة قدام الله اللي مدفوعة بخوف واغراض شخصية والخوف من الاساسيات اللي في الاسلام بتخليك بترعبك من الله فتتوب عشان انت مرعوب من الله هتتعاقب منت لو ما توبتش هتتعاقب فيعني حتى الايات اللي بتتكلم عن انه غافر الزنب وقابل التوب شديد العقاب يقولك كده في اخر الاية حتة الله غفور رحيم والكلام ده كله موجودة لكن يجي يوريك في الاخر انه غافر الزنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو وإليه المصير يعني هتروح منه فين يعني هو يغفر لك وكل حاجة هو اللي بيغفر على مزاجه ويقبل التوبة على مزاجه ولكن هو ايضا شديد العقاب في حتة الرعب دي موجودة دايما الكتاب المقدس بقى والتوبة شيء مختلف تماما خالص ده لا يعني ان الله في الكتاب المقدس لم يعاقب ناس اخطأوا خطايا كبيرة لا كل خطايا وليها عواقب دايما لكن التوبة في الكتاب المقدس لها محمل تاني فيه تغيير كامل في حياة الانسان عندما يعلم معنى التوبة الحقيقي خليني اديكم مثل من الكتاب المقدس في الكتاب المقدس فيه الملك داود والقصة الشهيرة مع باتشابع باتشابع الملك داود كان حسب ما بيحكي الكتاب المقدس يختلف الأمر عن القرآن الكتاب المقدس بيقول انه الملك داود كان بيتماشى على السطح وشاف باتشابع بتستحمى فأمر ان هما يجبوها له ويعني عشرها وباتشابع كانت متجوزة ولما جزها جيه بعد جاب جزها من الحرب ويعني حاول ان هو يعني كمان مش بس يعني يداري على خطأ ويسكت ويبعد لا دا حاول يبعته لها البيت علشان يداري على الخطأ بصورة أكبر فجزها مراحش البيت وقعد بايته قدام باب بيت الملك الملك داود بعته تاني للحرب وأمر بقتله قال له حطوه في أول الصفوف علشان يقتل في الحرب وفعلا دا اللي حصل كان مركز على خطيته ومركز على نفسه ومركز على صورته فعايز يغطي خطيته بخطايا كثيرة أكبر جدا لحد ما جاله يوناثان النبي وقال له حكاله بقى قصة الشخص اللي عنده معزة والشخص اللي عنده 99 معزة ولما جاله ضيف أخذ معزة الشخص اللي ما عندهش إلا واحدة فقال له تعمل فيه إيه؟ فقال له دا لازم يموت دا يعني اتصرف بتعدي كبير إزاي عمل كده؟ في ناثان النبي قال له ناثان النبي قال له انت دا انت الشخص دا في اللحظة دي الملك داود قال إيه؟ قال أنا أخطأت أمام الرب أنا أخطأت إلى إلهي وكتب المزمور 51 طبعا كتابة المزمور 51 أنا عايزة أقرلكم المزمور 51 لأنه المزمور 51 دا يعني فيه تعبير عن التوبة الحقيقية وقع حقيقية شخص حقيقي بيكتب عن توبته وإشمئزازه من اللي عمله لكن رجاءه فالله بيقول كده في الإمام المغنين داود عندما جاء إلينا ثاني النبي بعدما دخل إلى بتشبع بيقول كده ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رعفتك أمه ومعاسية اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني لأني عارف بمعاسية وخطياتي أمامي دائما كان داود خطيته قدامه عارف فحاول يدريها بخطايا أكبر لكن تبكيت الله اللي جه من كذا حتة قلبه النفقان روح الله اللي بيتكلم جواه غير قلبه بيقول كده إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك رب لو حكمت علي أنا مستحق لأن أنا صنعت هذا الشر أمامك أنت دا مثل لتوبة إنسان صادق مع نفسه يجب أن نحن نكون صادقين في وقفنا أمام الله في اللي إحنا بنتوب عنه عارفين بنتوب عن إيه؟ عن طبيعتنا الشريرة في كل شيء الطبيعة اللي بتطلب مال النفس في كل شيء للأسف الملك داود في هذا الموقف لا يختلف عنك وعني خالص لأنه اختار ما لنفسه عايز يشبع رغبته اختار ما لنفسه تصرف بجبروت وأخذ ما لا يحق لي قتل يعني تصوير ما حدث في حياة الملك داود شيء إحنا نبصه نقول إيه ده يعني فيه نبي يعمل كده فيه الملك داود بحاله يعمل كده آه إنسان في طبيعته الخطئية زيي وزيك بيقوله رب طهرني بالزوفة فأطهر اغسلني في أبيض أكثر من الثلج أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عزام سحقتها أستر وجهك عن خطيائي وامح كل أثامي قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك بروح منتذب أعضدني فأعلم الأثم ترقك والخطاه إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيسبح لساني برك إلى آخر المزمور الجزء اللي لازم ننتبه ليه هنا المفارقة أنه الندم اللي يوصلك لليأس ما كانش عند المالك داود لأنه كان يعلم محبة الله حتى وهو أمام القانون هو مواجه بالقانون هو مواجه بقانون الله هو عارف أن الحكم ضده موت لكنه لجأ لله التوبة هي الإبتعاد عن الخطيئة وتركها تماماً لأن الأداء الرئيسية هي الروح القدس اللي بيقضنا زي كده ما قاد داود الروح اللي قاد داود في الإسلام مفهوم الخطيئة مختلف في تفاصيل دي خطيئة كبيرة ودي خطيئة صغيرة دي كتبة دي كتبة بيضة دي كتبة سودة وإحنا عارفين كده كل حاجة لها قيمة محددة فتبقى تجدب على حد قولك يعني المفروض إنك ما تجدبش بس لو أنت حتجدب والكتبة دي تقية يعني إذا كنت عايز تجدب في حالة حرب ولا عايز تجدب على مراتك ولا عايز تحمي نفسك It's okay دي منهاش عقاب ولكنها ما زالت تقية مش كده ومزالت خطيئة ومزالت كتبة ده مفهوم التشويه بقى ده الجزء الأولاني اللي عايز يشوه لنا صورة الله الحقيقي اللي لا تستقيم أمامه لا كذب ولا رياء ولا تقية ولا مكائد يعني كله يتساوى أمامه ولا زنا ولا قتل الكل يتساوى أمامه كلها خطيئة تفصلنا عن الله الأداء الرئيسية إن إحنا نبكت داخليا هي الروح القدس الروح الله اللي بيقودنا أمامه خليني قبل ما ننتقل للنقطة التانية يعني خلينا نصلي مع بعض نقوله رب افتح عيننا صلي إنه الرب يفتح عينك على إيه المفاهيم اللي لخبطها الإسلام في ذهنك وفي ذهنك عن الله عارفين يا أخواتي اللي بيسمعوني النهاردة من العابرين والعابرات وحتى المسيحيين اللي عايشين في العالم الإسلامي المفاهيم الإسلامية عن إله الإسلام شوشت على أفكارنا فإحنا عايزين الله ينقينا من ده ويفتح قلوبنا على إننا نفهم طبيعته ونفهم صلاحه ونفهم نفسنا رب إحنا بنتاجه ليك الآن وبنسألك يا رب كل ما حاول الشيطان تدميره من رسائلك لنا يا رب من حقائق في حياتنا يا رب عنك من إنه يقطع الطريق على أولادك إنه هما يتاجهوا ليك يا رب إحنا الآن بنقف أمامك وبنسألك يا رب حطم كل ما صنع العدو من خلال الإسلام علشان يبعد أو يشوه أو يشوه صورتك في حياتنا يا رب أعلن ذاتك بشكل قوي وواضح وبين لأولادك النهار ده أعلن قلبك ومحبتك أعلن استعدادك لقبول توبتهم في كل وقت يا رب من فضلك يا رب أرسل معونة لأولادك يا رب حتى لا ييأسوا وحتى إنهم يختاروا إنهم يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويلجأوا إليك أنت وحدك يسوع المسيح نقول لك يا رب اغسلنا النهار ده فأنا بيضى أكتر من التالي طهرنا يا رب حتى نقف أمامك نتعلم منك يعني نتغير إلى تلك الصورة عينها أنت يا رب يسوع المسيح غيرنا حتى نكون أكتر شبه بيك في اسم يسوع خليني أروح للنقطة التانية اللي هي طبيعة الإنسان وإله الإسلام طبيعة الإنسان في الكتاب المقدس إحنا عارفين إنها زي ما قلت طبيعة خطئة في الكتاب المقدس عارفين إنه الإنسان لما أخطأ إحنا وردنا الخطئة دي من آدم إلى الآن وكل القصص اللي قلناها قبل كده دي بتقول لك كده النهاردة الإسلام بيقول لك أنه أنت ممكن تبقى إنسان صالح ممكن أما تعمل أعمال صالح أما تأكل وتشرب وتعمل ودي مش حقيقة مش هو ده الصلاح الصلاح هو أن تتغير إلى صورة الإله الصالح نفسه تتعلم منه هو المسيح قال ما فيش ولا حد صالح إلا الله هو قال كده عشان يعلمنا إن إحنا محتاجين الله دائما عشان يعلمنا إنه كل شر خارج مننا إحنا مش من الله لا ينسب لله دائما إحنا بنعتمد على إنه أما تيجي تقول لحد إنت يعني هتدخل الجنة ولا النار فيقول لك الله أعلم طب أنت إنسان كويس آه طبعا أنا إنسان كويس دائما بنشوفش خطيانة بنشوفها صغيرة حاجات صغيرة مش يعني حاجات ربنا يغيرها كده لكن الإنسان اللي عرف صلاح الله الحقيقي بيعلم إنه كل زرة كل شبه خطية تفصله عن الله إذن لا صلاح وإنت مش مع الله شوفوا المفهوم الإسلامي في احتياج إله الإسلام لأنكم تخطئوا نشوف الفيديو اللي جايزة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لأنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرون لهم كلنا نذنب ويكفينا في ذا القول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ يعني أنا كل ما بقى بسمع الحتة دي بحيث أن أنا مش قادرة تنفس بصراحة يعني أنتم اليوم وإحنا كنا بنتبع إله بيقول لك إذا ما لو ما كنتش بتذنب علشان تستغفر فأغفر لك أنا مسحك أنت تروح واجيب حد غيرك عايزة أفهم ما هو يعني الغرض من احتياج إله الإسلام أنه يغفر الغفران في طبيعة الله الحقيقة هو طبيعته فيها غفران ورحمة لكن اللي بيقولوه ده ينسب إلى الله ما ليس منه لأنه كده حسب الفكر القدري بيقولك أنه الإنسان بيخطئ عشان الله بيوقعوا في الخطي فيستغفر فيستغفر فالله يغفر بالرغم من أنه الخطيئة أفسادت طبيعتنا إلا أن الله عد لنا الطريق بالمسيح الله شاف أنه الخطيئة أفسادت طبيعتنا فعمل الخطة أنه المسيح يأتي ليكون هو من يدفع تمن الخطيئة كل من يؤمن به تكون لي الحياة الأبداية إن أمنت بالمسيح فالله جعل لنا مخرج لأنه عارف أنه طبيعتنا الشريرة دي لن تستقيم أمام قداسة الله وإحنا شرحنا الموضوع ده كتير لكن إله الإسلام عايز يقول لك لا 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 الخطيئة والخطيئة دي خليها موجودة هو بيقول لك توب صحيح هو بيقول لك توب بس في نفس الوقت يقول لك إيه بس هو كويس إنه الناس بتخطأ علشان الله محتاج إنه يغفر له ما هو احتياج هذا الإله أن نكون يعني دائما عايشين في خطايا متتالية حتى هو يستمتع بإنه يغفر لو كان الغفران من طبيعته الحقيقية لمحتاج إنه يعني يعيد تكرار إنه يذكر نفسه بيه بإنه يعني يغفر للناس اللي عملين يخطئ حقيقة مهمة جدا الإسلام شوه مفهوم الخطيئة فأسمها وجزأها وعمل لها ترتيب أبجادي كده مثلا يعني الخطيئة ألف تبقى كذا وخطيئة بيه تبقى كذا وعمل لها قيم مختلفة وإذا أخطأت في مكة تبقى مش عارف إيه وإذا أخطأت في الحتة دي تبقى مش عارف إيه يعني أنا يعني ببالغ شوية لكن يعني في دائما يعني زي ما يكون كده فايلات للخطيئة دي اللي اسمها المتاهة الإسلامية مفهوم الخطيئة وتفكير إله الإسلام يختلف تماما عن الله الحقيقي شوفوا الفيديو اللي جاي ده يعني العريفي بيكلم عن أعظم الزنوب لما تفكر أنه في ذنب عظيم جدا أعظم الزنوب حديث عن النبي إيه هو أعظم الزنوب يعني أنا عايزكم تفكروا قبل ما تشوفوا الفيديو إيه هو أعظم الزنوب أما تفكر كذا السألي نفسه النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصحه الألباني يقول إن أعظم الزنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها هذا من أعظم الزنوب عند الله قال ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته يعني لم يعطيه أجرته طيب الثالث الذي له علاقة موضوعنا اليوم قال وآخر يقتل دابة عبث يقتل الدابة عبث دي أعظم الزنوب عند الله طبعا أنا أسألكك كذا أنتوا لما أسألت السؤال ده فكرتوا في إيه إنك مثلا تشرك بالله إنك مثلا يعني يعني أنا بالنسبة لي أو أفكر إن أنا مثلا أدين الله بشيء مش فيه أو أقول شيء عن الله مش فيه أو إني أتركه أو إني أتغاضى عن النعمة للدهالي أرفضها إني أرفض الله ده ممكن يبقى هو يعني ممكن ده إذا كان فيه كاتجوريس كده أو تصنيفات للزنوب أحطه ده الأول دي الحاجة اللي تفصلني عنه تماما لكن على فكرة ما فيش تصنيفات بقى في الكتاب المقدس الخطيئة تفصلك عن الوقوف أمام الله بالكامل بس فكروا في تشويه إله الإسلام لمعنى التوبة أو لمعنى الخطيئة اللي أنت هتبقى محتاج تتوب عنها ما هو المشكلة أما تكون أعظم خطيئة وأعظم زنب عند الله إنه راجل طلق مراته وخد المهر بتاعها المشكلة هنا مش في إن الراجل طلق مراته وخد المهر بتاعها المشكلة إنه إله الإسلام لم يغير قلب هذا الإنسان لأنه يكون إنسان أمين أو لأنه يكون إنسان محب والراجل اللي بيسرق فلوس الناس اللي بيشغلهم إله الإسلام لم يغير قلبه لأنه ما يكونش جشع ويستغل الناس هي دي الفكرة ما وراء ده واللي بقى حيقت الحيوانات من غير فايدة يعني واحد قتل عصفور صغير وهو مش هيكله فيتحسب عليه يعني أنا فهمة إنه ممكن يكون المنطق ده إن إحنا نكون مثلا عندنا رأفة بالحيوان أو حاجة زي كده بس يعني أكتر الأماكن في العالم كله اللي ليس فيها أي نوع من الرأفة بالحيوان هو العالم الإسلام ليه بقى لأنه من النهاية كده الإله الإسلام لم يغير قلوب المسلمين حتى إنهم يكونوا بيتعاملوا مع كل شيء أعطاهم الله برحمة ورأفة لا ما عندكش الأداة والأداة هي التغيير الداخلي هي تغيير الفكر هنتكلم في الموضوع ده قيمة كل خطية دي يعني حاجة غريبة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده شوفوا الفكرة في الحديث ده حديث غريب ويظهر فيه إنه إله متحيز وده حقيقة لأنه شرير شوفوا الفيديو اللي جاي ولا أحد كما قال حسن البصري لا أظن أن الله سيعذب رجلا ألهمه الاستغفار قال أهل العلم رحمه الله جاء في بني إسرائيل أن الله عز وجل رجل من بني إسرائيل كان يستغفر ويبكي فقالت الملائكة يا رب ألا تغفر له وقد كان كتبا من الأشقياء فقال الله عز وجل للملائكة وعزتي وجلالي لا أغفر له طالما يستلذ بالذنب دايماً حتلاقي في قصة يهودي دايماً حتلاقي في قصة يهودي ودايماً حتلاقي إنه إله الإسلام ومحمد متحيزين ضد اليهود ففي واحد بيقولك يعني إيه إنه مدام واحد شيخ يقولك إيه مدام بتستغفر وتوب وكده ربنا يقبل التوبة وعلى فكرة هو الشيخ ده اتكلم كده في أول الفيديو هو اتكلم كده في أول الفيديو إن الله غافر الزنب وقابل التوب وما فيش زنب لا يغفر وكل حاجة مش كده لكن صور لك مشهد بقى في القصة اللي حكاها ده إن اليهودي عمال يبكي ويتضر على الله ويقول له اغفر لي فالملائكة يعني لما الملائكة يعني بالفكر الإسلامي لما توصل إن الملائكة يقولوله يعني يتوسطوله معلش يا رب بقى يعني الراجل قطع روحه عياط طب يعني معلش اغفر له انت مش هتغفر له لهم أبدا مش هتنزل المرة دي مش غافر له لإنه بيستمتع بالزنب على فكرة معظم الناس اللي بتعمل الخطيئة بيستمتعوا بالخطيئة لكن بيجي لهم مرارة بعدها هو الكتاب المقدس بيقول كده إنه الخطيئة في الأول حلوة بعدين ليها مرارة بعد كده بس مرارة القلب اللي بيتبكت أمام الله يقول له رب أنا أخطأت والشر قدامه زي ما شفنا كده الملك داود عمل كده لكن الحديث ده بيقولك إنه هذا الإله متحيز هو بيختار اللي هو عايزه حتى لو كان المقدم ليه نفس اللي بيعمله غيره يعني اليهودي ده لو ما كانش يهودي وقف عاية كده بقى قدام إله الإسلام كان غفر له على فكرة فكرتني الحكاية دي ب يعني محمد لما جاء له الراجل يقول له أنا زانيت يقول له لعلك مش عارف إيه لعلك مش عارف إيه أنا بزهق من الحديث يعني اللي فيها كلام أبيه فقعد يقول له لعلك كذا ولعلك كذا عشان يديه فرص ما هو ده تايب هو بيقول أنا يعني حدي أنا عايزة أتعاق لكن إله الإسلام لا مدام يهودي بقى واستمتع بالخطية خلاص لأنه بيستمتع مشكلتنا إنه إحنا اللي بنسمع له إله الإسلام نفسه ليس الله ولا يعرف محبة الله للبشر خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده اللي بيعلمك إنه يعني إيه خطوات التوبة فبيقول لك كده إنه خطوات التوبة اللي المفروض تعملها الأول إنك تروح لله وتطلب منه الوفران وإنه تاني حاجة لما تخطئ توب على طول كل ما تخطئ توب على طول ده كلام لحد كده كويس شوفوا بقى إيه النقطة التالتة الخميسي بيقول فيها أن يسأل الله تبارك وتعالى إن يتوب عليه الأمر الثاني أنه إذا أذنب يتوب مباشرة الأمر الثالث أنه يعوض إذا أذنب يفعل شيئا صالحا حتى يعوض الحسنات يعوض السياة بحسنات بحسنا يصلي ركعتين يسبح يهلل يكبر يقرأ شيئا من القرآن يتصدق يصوم يبر والديه يحسن إلى جاله أي أي شيء المهم يعمل عملا صالحا يعوض يحضر درسا المهم أن يعوض هذا الذنب بطاعة دباء الأمر الثالث هو الأمر اللي يموت ضميرك خطوة خطوة حتى حتى مدام قدرت تشتري من الله حاجة بينك وبين الله مقايدة التوبة وإنك تقايد الله على الأمر لا يمكن تكون توبة حقيقية نصوح زي ما بيقول المسلمين التوبة النصوح اللي هي زي العسل المصفة دي لا يمكن تكون توبة نصوح وعسل مصفة وملهاش أغراض لأنه أنت دفعت تمنها ودي المشكلة أن الشيطان عايزنا نتحول من اللي دفع تمن كل خطيانا بدمه الطاهر من هو بلا خطيئة يسوع المسيح إلى أنك تعتمد على أعمالك ودبحت بقرة ولا معزة وحضرت درس ولا أعمال مقايدة عوض إحنا زمان كان يقولك إحنا ما بناخدش عوض تعمل حدثة ولا حاجة يا عم أدفع لك كام يقولك لا لا أنا ما بناخدش عوض لكن إله الإسلام بياخد عوض إيه رأيك أنت تستقبر تاخد عوض وإله الإسلام بياخد عوض من أعمالك من تعذيبك إزاي كيف يستقيم ده في فكرك أمام الله يقولك روح يعني الأول تتوب أمام الله ده الصح فعلا قوله ربنا بتوب أمامك وبعدين الخطوة التانية لما تكون بتخطئ كتير توب على طول أنا معاك وفي دي حلو خالص لكن إنك تقايد الله اعمل أعمال النقطة اللي لازم نفهمها كلنا إنه ما فيش عمل تقدر تعمله ولا تقدمه لله ما يدخلش فيه يعني نفسك أنت أنا عملت إن أولا كل ما بداخلك فاسد يعني أنت هتقدم لربنا إيه هتأكل شوية الناس جعانة طب وبعدين ده غير فيك أنت إيه تعطفت مع الناس ماشي ده غير فيك إيه في الخطيئة اللي انت بتعملها وانت زاني يعني انت تزني وتروح تأكل شوية ناس وتقول يا ربنا توبت ومش هعمل كده تاني لكن انت في قلبك وفي فكرك الزنا لأنه ما فيش آلية يعطيك هذا الإله تغير قلبك من جوه وعلى فكرة هي محبة الله فقط اللي تعطيك هذه الأداة دي أعمالك مقابل رحمة الله دي كارثة بوزة مفهومنا تماما عن الله زي كده الزوج المؤذي اتجوزت جوز مؤذي بوز لي صورة الله في حياتي والله هنا بقى بيقولك انت هتدفع كام فنفضل دايما عايشين في سبق المسلم والمسلمة عايشين في سبق لازم تعود الخسارة في النهاية أنا بفتكر أمي قبل ما تيجي للمسيح من سعيها لأنها تعمل أعمال خير وتساعد ناس أو تصلي أو تصوم أو تزكي أو تعمل أي حاجة في الدنيا علشان تشعر بأنه الله غفر لها وأنه حياتها تغيرت ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما قدرتش لأنه الحاجة الوحيدة اللي هتغير حياتها واللي غيرت حياتها فعلا هو المسيح ياريت تصلاح لي الشاشة من فضلك شوفوا الكتاب المقدس بيقول كده إنه اللي بدأ العمل الصالح فيكم هو هيكمله الله المحب الإنسان هو اللي بيعطي الفرصة ويبتدي فيك العمل يحط فيك البذرة ويكملها هو يعينك هو فيها النقطة الأخيرة في الحتة دي أنا عايز أقول لكم إنه الحياة في الإسلام هي مقامرة ولكنها مقامرة بروحك بترمي بياضك كده وتدفع تمن الخطايا اللي انت عملتها ولكن في الآخر ممكن يحصل لك زي قصة الست اللي حبست القطة فدخلت بيها النار الست كويسة وحبست القطة ودخلت بيها النار والست اللي مش كويسة الزانية اللي شربت الكلب مية ودخلت بي الجنة لأنه هذا الإله يعني لا يهتم بيك لكن عايز يلخبطك ده مش غفران دي لخبط خلينا ناخد فرصة اننا نتوب عن الله ان احنا بننسب ليه هذه الحمقات قولي يا رب انا بتوب عن اني اعطيك شيء ليس منك بتوب يا رب عن كل اللي علمهوني الاسلام بتوب يا رب عن افكاري اني اقدر اوصل لشيء من غيرك او بعملي او بإيدي او بدراعي علمني يا رب توبني توبني فاتوب انت يا رب اللي تغير حياتي مش انا خلينا نروح بقى للنقطة الاخيرة هنا وهي التوبة في حياة المؤمنين التوبة في حياة المؤمنين يعني هي البداية التوبة تؤهل القلوب والنفوس الرب بتكلم عن قلوبنا في مثل الزارع مثلا الارض اللي بتكلم فيها في مثل الزارع بيقول انه بنزرع الزارع بيخرج جرمي البزارة على الارض وبتحصل تلات اربع حاجات انا النهاردة هتكلم على حاجة يعني واحدة منهم انه البزار بتنزل على ارض يا اما خصبة فتحول الارض دي لانها يعني الارض الخاص بتحول البزرة دي لثمار تنفع وتغيرك وتغير الارض لان الارض اللي بتثمر بتتخصب وهي بتثمر فالله عايزك تكون التوبة في حياتك تبتدي على ارض خصبة في القلب اكي التوبة مش مشاعر التوبة قرار انك تقرر انه انا اعلم الان ان انا واقف في مكان بعيد عن الله انا خطيتي منعاني اني اقف امام الله في يعني طريقتين لتفسير كلمة التوبة في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد اللي في العهد القديم بتتكلم عن انه اللي هو مكتوب باللغة العبرية بمعنى كلمة توبة انك تتدور وتمشي في الاتجاه العكسي انت اخطأت هنا وهنا ابتعدت عن الله تبعد عن المكان ده الى انك تتجه لالله لاننا لما بنخطئ بنتدور تماما وندي ظهرنا لربنا يعني والله بيفصل نفسه عننا فلو احنا عايزين نعود له نرجع بقى للطريق اللي رجعنا لي زي ما الابن الضال كده الاعود وارجع الى ابي احنا توبته وهرجع الابوي لا واقف مستني والتوبة بمعنى تاني في الكتاب المقدس هي انك تغير فكرك اتيتودك حياتك كلها تغير طريق التفكير اني عايز اعيش حياة مقدسة لالله قبل يعني ظهور المسيح ليقوم بالرسالة بتاعته كان في يحنى المعبدان صوت صارخ في البرية اللي كانت رسالته بتقول كده اعده طريق الرب كان يحنى معموديته كانت بتعد الناس للتوبة بيقولهم توبوا لانكم يعني انتم عايشين في خطايا مش بس انكم تشعروا انكم عايشين في خطايا ولكن تتوبوا عنها وتستعدوا لما هو اعظم اللي هو دخول المسيح في حياتكم الكتاب بيعطينا ترتيب لده تتوب وبعدين تؤمن آمن توب وآمن تتوب وبعدين تقدر تقبل الايمان لما تتوب لانه الارض بتاعتك بتاعت قلبك دي هتستعد انا يا رب بتوب عارف ان انا انسان فاسد عارف ان انا انسان خطية علمني فتستقبل من ربنا التوب خطوة توريك نفسك توريك طبيعتك وحالك بدون الله فتعد قلبك لتزرع فيه كلمة الله اللي هو الحق والحياة اللي هو بيقول ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل ان يغفر لنا خطيانا شفنا الملك داود لما تواضع امام الله التوبة محتاجة تواضع ومحتاجة امانة ان انا اعرف انه انا ما فياش حاجة صح لكن الله هو اللي رجعني للطبيعة اللي هو خلقني عليها بالمسيح الكتاب المقدس بيقول ان احنا نحيا بنعمة الله وعمل المسيح نعمة الله بقى اللي انا قلتلكو عنها انه الله دايما فاتح الباب لنا علشان نتوب فنقبل عمل المسيح الخلاصي واللي فدائنا فنقدر ان احنا نبتدي طريق البناء مع الله فلما قلبك يأمن بالبسيح يصبح هذا القلب ارض خصبة يزرع فيها ايمان يسمر اعمال تمجد الله كتير كانوا بيسألوني نعمل ايه علشان نتبع المسيح ادي اول خطوة اعد قلبك امام الله قل له رب انا عايزك تبقى انت هدف حياتي وعايزك انت اللي تعدني يعني تعمل فيا كل يوم يعني تغيرني كل يوم زي ما بيقول الكتاب اللي بدأ فيكم العمل الصالح سيكمل في فرق بين التوبة اللي اللي فيها اتضاع وامانة ومعارفة احنا مين وزي ما قلنا الخوف من ان انا اكون برة او ان انا بقى يعني خايفة من عقاب الله والتوبة لاني احب هذا الاله اللي احباني اولا معظم العابرين اللي تقبلوا مع المسيح تقبلوا معه عن طريق قرار انا اخدت قرار ان انا اعيش مع المسيح لاني شفت غفران وشفت محبته وشفت شخصه في حياتي انا وفي قصتي الخاصة رؤيتي وفهمي لمقابلة المسيح مع المرأة الزانية وانه 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 وقف امامها وحماها وقال لها توبي ولا تعودي تخطئي ايضا مغفورة ليكي خطاياكي بس ما ترجعيش تخطئي تاني فتبعته ومشيت معاه وبقت قصتها تذكر في الكتاب اينما قرئ الكتاب لما بنتوب امام اله صالح لازم نبقى فاهمين انه هذا الاله بيقولك اذا توبت انا غفرت لك مفيش مفيش يمكن اذا كانت توبة قلبك حقيقية الله غفر لك حطها وراك وكمل السكة وكملي السكة لانه التوبة الحقيقية بتقول يا رب انا مستعد اني اسيب الماضي انا مستعد اني اتغير علشان التغيير ده هو اللي بينميك عشان تقف امام الله فتنمو فتبقى شبه لكن احيانا احنا احنا اللي بنكون العائق في التغيير لاننا بنبقى بنتعامل مع الله بصورة تخلينا يعني يبقى فيها ندم اكتر من توبة حقيقية افضل ندمانا وقول بس انا كذا بس انا عملت كذا لأ مدام اعترفت بحاجة قدام ربنا سيبها خلاص كمل مع الله اللي عايز يعلمك كل يوم حاجة جديدة علشان تنمو معه لكن احيانا بتكون توبتنا عقلية فقط اذا كانت توبتك عقلية فقط يعني انا توبت انا فهمت ان انا انسان خاطي وتوبت اهو بالعقل بس مش هتغير حاجة في حياتك لكن التوبة العقلية اللي بتيجي بقرار اللي بيتلامس مع قلبك اللي بيخليك دايما تبقى ناظر الى المسيح ناظرين الى رئيس الامان ومكمله ازاي يعني كل يوم تقولوا رب انا كل ما كل ما في حياتي ليك كل اللي انا عايز اعمله لازم يمجد اسمك يبقى مركز حياتك هو المسيح يبقى مركز تصرفاتك هو المسيح يبقى مركز اختياراتك هو المسيح مفيش فصل بينك وبينه هو ده الهدف ان الله بيقولك انا مش عايز حاجة تفصل بيني وبينك انا عايز اعيش الحياة دي معاك تحب التوب النهاردة تتوب حقيقية وتقوله رب انا عايز النهاردة اخذ القرار ده بتوب امامك عن فكري وبقدم ليك قلبي بتوب امامك عن اختياراتي وبضع نفسي امام ترتيبك لحياتي بتوب امامك عن مجد نفسي وبضع حياتي لمجدك انت اقبل عملك وخلاصك في حياتي واصلي من اجل جميع المحتاجين لخلاصك الله يبارككم وكل اللي صلى الصلاة دي النهاردة وكل اللي طلب ده من الله النهاردة الله يسمع ويستجيب قلو يسامع الصلاة اليك يأتي كل بشر لانه هو هو محب البشر والى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر